طيب من اليونايتد نروح لنجم برشلونة طبعا اللي بيستعرض مهاراته في غانا طبعا النجم برشلونة منفز ديباي أزهر مهاراته في مباراة كرت قدم خيرية بيزور طبعا لغانا حضرتك عارفين أن والده من غانا وطبعا يعني اللعيب الهولندي الدولي والده من غانا هو بيقود على العديد من المشاريع المجتمعية في الدولة الوقاعة في غرب أفريقيا وكمان بيزورها بانتظام في رحلته الأخيرة تمت دعوته للعبة المباراة والدية على الأرض طبعا أكرى جانبا إلى جانب مع زميله الهولندي كوينسي ومن الواضح أن طبعا زي ما حضرتكوا شايفين مباراة يعني على مستوى المهارات على مستوى الفرنيات لعب كبير وموجود في غانا وبعض الناس بتتفرج على هذا اللعب الكبير وزي ما بقول لحضرتكوا بتبقى فيه شكل من الأشكال الخيرية كمان يعني فيه هو والده من غانا بقى عنده مشروعات خيرية هناك في غانا وبالتالي منفس ديباي بيزور غانا باستمرار يعني مباراة كده حبية والدية طبعا بيبين فيه مهاراته الكبيرة طبعا منفس ديباي من اللعبة المميزة جدا جدا على مستوى فرشلونة وعلى مستوى طبعا المنتخب الهولندي عندنا كمان النهاردة يعني ضيف مهم جدا سعيد علي هيتكلم معنا على كل الملفات اللي بتكلم مع حضرتك فيها هنتكلم عن المباراة القمة من النادي الأهلي والزمالك وما هو قادم للنادي الأهلي كمان هنتكلم عن مركاتو بالنسبة لعبتنا المحترفة ونتكلم كمان على كاس العالم شكرا